السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم برحب بكل المشتركين معايا في القناة وبرحب بالمشتركين الجداد معايا في القناة وبشكركم على التعليقات النهاردة قراءة عاطفية لموليد برج السور نبدأ برج السور بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا برج السور برج السور في الفترة الاولى من القراءة المدة اللي احنا قلناها بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين هيكون عندكم في الفترة دي يعني الناحية العاطفية هتكون جيدة وفي تفاهم مع الشريك ده بالنسبة للمرتبطين وللمتزوجين لكن يا برج السور التارد بيحذرك في الفترة دي من العينات لان دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلغبط كل ده يعني ممكن تلغبط التفاهم والحب هيكون عندك شوية عينات كده تخلي بالك منهم اه شايفة في حب وتفاهم من الطرفين اه ممكن برج السور يعني تفق امور اه اه انت بتفهمها غلط في امور كتير انت بتفهمها غلط او تكون ردود افعالك مش مش ملأمة للموقف يعني مش على قد الموقف او غير الموقف خالص يعني ردود افعالك اما الغير مرتبطين الفترة الاولى من الكراءة في المدة الاولى برضو مناسبة جدا عندك للحب وفي عندكو احتمال كبير مقابلة الشخص المناسب يعني شايفة فترة جاية ان شاء الله فيها ارتباط وحب متبادل عندك فترة جاية جميلة جدا يا برج السور طب نشوف الطاقات الموجودة كده معنا في طاقات ترابية طبعا طاقتك شايفة كمان العزراء طاقة ترابية تانية غيرك وفي طاقات مائية ونارية كمان طيب يلا نشوف حكاية السور مع الابراج دي مع الطاقات الموجودة يعني في الاول عايز اقول ان شايفك يا برج السور مركز اكتر حاجة على الناحية العملية حابب تطور من نفسك على المستوى العملي وشايفة بتفكر في يعني انك توصل لدرجات اعلى او او شايفك كمان بتبتكر في شغلك يعني عندك افكار كتير جديدة وبتسعى لتحقيقها عايز تحققها عايز تنفذها ممكن في الفترة دي تلاقي ناس كمان تحاول تقلل من حماسك ده يعني شايفة متحمس جدا وشايفة فيه اشخاص بيحاولوا يقللوا من الحماس ده بس شايفك مصمم عارف انت بتعمل ايه وعايز توصل لايه وطبعا بالتوفيق لكل موليد برج السور الناحية العاطفية شايفة عند موليد برج السور شايفة انفصال وشايفة انتظار عندك طاقة انتظار يا برج السور بعضوكو عايش حالة من القلق والانتظار بعد الانفصال بعضوكو لسه متعلق بالشريك يعني لسه فيه تعلق شديد جدا وده سبب الانتظار اللي انت فيه يعني لسه بتحبه ولسه مستنيه يرجع يعني رغم انك مش بتظهر ده يعني شايفك مش بتظهر ده على اقل اللي حواليك شايفة فيه اشتياء وحنين من الطرفين يا برج السور يعني عند بعضوكو الحبيب برجه تعبان وبيفكر فيك باستمرار بيفكر كمان آآ يعني ظاهر هنا عندي بيفكر كمان في كل حاجة وصلت العلاقة للوضع ده عايش فترة تفكير وحساب للنفس يعني شايفة بيحاسب نفسه وبيحاسبك انت كمان بيحاسبك بينه وبين نفسه يعني كأنه بيعطبك او بيلومك هو تعبان جدا بس رغم كل تعبه ده انا شايفاه مش عايزي تكلم في الفترة دي بعضوكو اتقفل الاتصال من ناحيته بس هكمل الكراءة كده واسحب كروت اتشوف هيعمل ايه او هتروح لفين العلاقة بس شايفة في بعضوكو في الاتصال اتقفل تماما عشان كمان في كمان آآ شايفة عند بعضوكو محكمة شايفة محكمة والطرف التاني آآ عند بعضوكو داخل على حاجة جديدة او بيعمل حاجة جديدة بصوا شوفوا بقى هو في نسبة كبيرة جدا في رجوع للشريك بس مطلوب منك يا برج الصور تبعد القلق والتوتر عن حياتك وتفكيرك يعني آآ مطلوب منك تكون ايجابي عندك افكار سلبية كتير عندك آآ جواك في خوف وقلق كده وتوتر اغلب الوقت يعني اغلب اوقات يومك عايشها كده ما بتنامش كويس خالص آآ يعني انا بطمنك برج الصور في عندك تغيرات كتير ايجابية يعني انت داخل عليها في الفترة اللي جاية دي آآ وموفق بازن الله في اغلب امور حياتك آآ وانت اصلا فلكيا يا برج الصور في شهر مايو هيكون بالنسبة لك يعني بداية كل حاجة حلوة وانهاية كل سيء من حياتك يعني عايز كم تتفقلوا وتستقبلوا كده اللي جاي بس بس زي ما بقول دايما في الابراج اللي بلاقيها كده وهي عندها حاجات حلوة كتير جاية آآ افتحوا ما نفذ الطاقة عندكم شايف عندك حزوص كتير يا برج الصور آآ وعندك يعني تدخلات الهية في امور في بعض امور حياتك يعني بعد ما عاشت فترة كبيرة في عندك ركود الحياة وقفة كده وتأجيل حصل عندك تأجيل في حاجات كتير وحاجات كتير وقفت وتعطلت عندك عندك فترة جاية آآ رائعة بصراحة في انطلاقات جديدة وكبيرة آآ شايف عندك يا برج الصور كمان اتصالات فيها يحصل اتصالات في الفترة القريبة اللي جاية ولقاءات كلها يعني مبشرة بالخير في لقاءات منها هتكون آآ يعني آآ فيها شوية كلام بس مش آآ بس مش هيكون بشكل سيء قوي يعني آآ يعني هيحصل في لقاءات هيحصل فيها الاول آآ كلام كده مشدات كده على خفيف بس آآ هتتحل الامور بسرعة ان شاء الله كلها اتصالات ولقاءات آآ كويسة بالنسبة لك يا برج الصور برج الصور والعاطفة آآ يعني شايف كمان عندكم بعض مواليد برج الصور في الفترة اللي دي تعرض كتير لخزلان فشل متتالي في علاقات يعني شايفة في علاقات كتير مرت بحياة برج الصور ما حصلش فيها اي اي نجاح يعني كلها علاقات وشايفة فيها انفصال يعني كلها برج الصور ما توفقش فيها شايفة كمان مشاكل داخلية ممكن تكون مع الاهل بعدكم عنده مشاكل كمان مع الاهل آآ قلبك قعد لفترة يا برج الصور مكسور ولسه حاسس بدا لحد دلوقتي يعني هو الكسر اللي في قلبك ده انت لسه حصل لحد دلوقتي آآ الانفصال اللي انا شايفة شايفة مع ابراج مائية وابراج نارية آآ وفي حب كبير كمان يعني برغم البعض ده في حب كبير كمان آآ نسبة كبيرة في رجوع مع ابراج آآ نارية ان شاء الله يا رب وهيحصل تواصل في الفترة اللي جاية دي شايفك يا برج الصور انت اتعلمت انت كمان اتعلمت اكتير قوي يعني شايفة قاعد آآ 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 كنت تعبين واآ كنت بتعاني بس في نفس الوقت هي كانت فترة تعليم بالنسبة الك كل اللي مر في حياتك ده من تعب يعني كان هو علمك حاجات كتير. وعشان كده انت هترجع بشكل افضل. يعني سواء حياتك عموما او حياتك مع الطرف التاني انتو هترجعوا بشكل افضل لاني شايفك اتعلمت حاجات كتير وبقيت شايف الامور بشكل اوضح. يعني حسبت نفسك كتير برغم زعلك من الطرف التاني انت كمان في الفترة دي انت كنت بتحسب نفسك. يعني كنت بتفتكر حاجات انت كمان بتعملها وبتحسب نفسك عليها. عرفت الاخطاء دي كلها اللي كانت بتلغبط الدنيا عندك دايما اكيد ده كان المقصود من كل اللي حصل يعني انك تتعلم. وده بيبقى المقصود على فكرة من كل اللي بيحصل في حياتنا. يعني اي حاجة بنشوفها سيئة في حياتنا هي المقصود منها فعلا ان احنا نتعلم. يعني زي ما بيقولوا ما حدش بيتعلم بسهولة او ببلاش. بنتعلم بندفع تمن كبير قوي. بس في الاخر المهم ان احنا نتعلم من كل اللي حصل لنا. ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها? ايه اللي نعمله? ايه اللي ما نعملوش? ده حصل لك في الفترة دي. اه كمان او وصلك لانك تعرف وضع كل شخص في حياتك. انت شكلك كان فيه ناس بتدخل في حياتك? او كان فيه اه كلام عن حياتك بتقولوا الاشخاص الاشخاص تانية ما كانش ليها ان هي تعرف حاجة عن حياتك. انت في انت في الفترة دي اتعلمت انك كل شخص في حياتك لي حدود ولي وضع معين هو موجود فيه. ودي حاجة كويسة. يعني برغم تعبك. دي حاجة نتيجة كويسة انت وصلت لها. فعلا اهو. يعني الكارت اللي تلعلك تاني انت انت محتاج انك اي حد عمل لك وجع او سبب لك الم يعني واتخدعت منه. اه في الفترة اللي جاية انت تطلعه من دماغك ومن حياتك. اي حد تسبب في كل حاجة انت مريت بيها. او ممكن تكون انت بتفكر في كده فعلا. وده علشان تقدر تستقر. يعني تقدر تشوف باقي جوانب حياتك باجابية. لان انت كمان يا برج الصور زعلت ناس عزيزة عليك. في الفترة اللي فاتت بعضكو. زعل ناس عزيزة عليه في الفترة دي. اه وهي اصلا كانت فترة توتر في حياتك. آآ آآ لازم تحاول تصلح ده. آآ في علاقات يا برج الصور انت محتاج تصلحها وتشوف الايجابي فيها. آآ شايفة عندك استعداد شايفك مستعد في الفترة دي انك تبدأ آآ وتعمل كده. انك تصلح في علاقات محتاج انك تصلحها. شايفةك مستعد في الفترة دي انك تصلح حاجات كتير. ازاك لو في حد غالي عندك او عزيز كده انت مزعله. آآ لازم تصلح ده معيه. شايفة القراءة ايجابية. وفي تطور كبير قوي في آآ آآ في معظم امور حياتك ان شاء الله. فترة جاية يعني اكتر من رائعة بصراحة. الاشخاص اللي اتعرضوا لخيانة آآ سامح يا برج الصور. لان شايفة عند البعض الحبيب ندمين جدا. عند بعضكو. شايفة فيه ندم كبير جدا. قلبه موجوعة عليك اكتر من نفسه. اشتركوا في القناة